في اتجاه محاذل لمناطق في محافظة تعز تتقدم وحدات من الجيش بالظالع محرزة العديد من الانتصارات في مساحة تتحكم فيها ميليشيا الحوثي ياتي هذا التقدم بالتزامن مع تمكن قوات الجيش من السعادة جبل المشمر الذي يقع غربيا مديرية الأزارق ووفق مصادر عسكرية فإن السعادة الجبل أتت بعد مواجهات عنيفة أسفرت عن جرح العشرات من عناصر الحوثي التي كانت قد تسللت للجبل وسيطرت عليه للمرة الثانية محاولة تسلل ميليشيا الحوثي تكررت في مناطق أخرى من الأزارق وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الجيش وميليشيا الحوثي إثر محاولاتها السيطرة على مواقع تابعة للجيش خصوصا منها الواقعة في جبال الشكفاء تجري تلك المواجهات التي يخوضها الجيش بإسناد من المقاومة الشعبية وافدت الأنباء الآتية من الظالع باستهداف المقاومة التجمع للحوثيين ما تسبب بإلحاق خسائر فادحة في صفوفهم منها مقتل يحيى المتوكل المشرف على العمليات القتالية في منطقة الدوير شرق مريس عمليات التحرير التي يقودها الجيش في الظالع تستمر رغم الإمكانيات البسيطة التي يمتلكها في ظل خذلان من الشرعية وعدم تفاعل التحالف وهو ما يجعل التقدم العسكري للجيش انتصاراً عسكرياً مهماً